هذا الفيديو يمعلم اول فيديو على القناة بنعمله بهذه الطريقة بدنا امامكم نعمل عملية تحديث لجهاز قوي وجهاز منافس وجهاز مهم من اجهزة شاومي وهذا الجهاز الان باستطاعتك تنزيل التحديث زي ما انا نزله تمسك جهازك وبتنزل التحديث 14 هتحول جهازك من تحديث 13 الى تحديث 14 ومبارك واول فيديو انا مبسوط كتير كتير اني بدي نزل هذا الفيديو علشان كلكم تنزلوا التحديث وتستفيدوا بإذن الله وكونوا معنا لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك يا حبيب علشان يصل لك كل جديد وخلينا نشوف التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم هيبت صرفاندي من قناة هيب تيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين واليوم هنزل التحديث الموعود او التحديث اللي من استنى فيه وهو تحديث 14 احنا كتير يعني اقول لك انا ما جاش تحديثي انا ما جاش تحديثي اليوم هنزل التحديث وهتشوف طريقة التحديث وتحويل جهازك من 13 الى 14 وقدامك هحول جهازك ما رضيتش اعمل تحديث من نص صبح مش راضي اعمل تحديث نقولت لازم اصور التحديث خلينا اصور التحديث الان ونشوف عشان كلكم تنزلوا هذا التحديث الى هنا شو رايك في الثيم هذا حلو زاكي شو شاشة القفل كيف شاشة القفل شايف الانيميشن هذا الثيم بتقدر تحطه على جهازك خلينا شوفوا شو اسمه وهذا اسم هذا الثيم يا غالي زي ما انتم شايفين الجهاز على تحديث 13.0.10 على الاندرويد وهو الاندرويد 12 لو اجينا على التحقق من وجود تحديثات لا توجد ها طلع هاي التحقق من وجود تحديثات بيقولك لا توجد تحديثات لسه التحديث ما وصلش ولكن انا بقدر انازله احصل على التحديث المفروض التحديث يكون واصل ولكن ما بعرف ما وصل التحديث بدنا نيجي هنا طبعا وش هننازل التحديث غير نعمل هذه يعني الامور اللي حكينا عنها واحد اين ثلاثة اربعة خمسة سبعة تمانية لما يكتب لميزات المحدث الاضافية مشغلة منيجي هيك على الثلاثة نقاط اختيار حزمة التحديث وبنيجي على الثلاثة نقاط هنا وبنختار اسم الجهاز عندك فيه ثلاثة شغلات بنختار اسم الجهاز وبقى هيك انت عرفته اسم الجهاز وبنيجي هلقيت على وين على الداولود وانا بنزل الحزمة هيا هاي الحزمة اربعتاش فاصل سفر فاصل واحد هاد الحزمة اللي هتكون نازلة على التحديث وهو جهاز بوكو اف فور جي تي وهو جهاز الريدمي كي خمسين جيمينج كي خمسين جيمينج اجي جهاز مهم طبعا وجهاز عملاقة نيجي هانا الان هنقول له بدنا ننزل التحديث هادا التحديث تلات عشر فاصل سفر فاصل عشرة هادا احنا لأ ضغطنا بالغلط نرجع هادا حين هيحصل هيقول لك بدي نزل طلع معي احنا ما بدنا ننزل تلاتاش ولكن خليه كمل نشوف الشي يكتب ايه بقول لك بدي احادس جهازك اللي بدناش نحادسه نيجي هانا على تلات نقاط ايضا مرة تانية اختيار حزمة التحديث وبنختار اربعتاش الان بدي نحادسه من تحديث تلات عش الى تحديث اربعتاش من اندرويد اطناعش الى اندرويد تلات عش تمام التمام سيتم تحديث جهازك الى اصدار اربعتاش فاصل سفر فاصل واحد على تي يعني ايش تي يعني اندرويد تلات عش الان طريقة التحديث هيكون في رابط في صندوق الوصف بتنزله بعد ما ينزل بتعمل الطريقة اللي انا عملتها منقوله الان كلمة تحديث تتأكد انه جهازك مشحون فوق ال 50% انا الجهازة هي ومشحون قديش 57% 57% وبنيجي نهان نقول له تحديث هيبلش يقول لي جاري التحديث هيعمل عملية اه فك للنسخة لحالة وبيفكها ما تكاش علاقة انت بس انت بتسيبه زي هيك وبتروح تشرب الشاي تروح تصلي تروح تعمل ليش عليك وبس بس ايش الان بعد ما يخلص العمليات اللي هيعملها هيقول لك بس اعادة تشغيل خلينا ننتظر العمليات ونسرع الجهاز نسرع الفيديو عشان نشوف ايش الالية اللي بصير كيف التحديث الجديد هذا العملية بتتم والانترنت شغال ما تفصل عليه الواي فاي وخلصنا هنا من عملية التحديث ونيجي على حول الهاتف وهيو اصدار 14.0.1 على اندرويد 13 مبارك لكم التحديث اه الاندرويد نتأكد من هي طبعا تحديث الامان الواحد اتناعش مش واحد واحد لا هيجي له كمان تحديث جريب جدا هيكون في له التحديث اصدار الاندرويد 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 نتأكد انوصل له 13 هي 12 وهي ساعة واحدة بتكون 13 تمام هاي اندرويد 13 وصل اه وجهة 14 وصلت لجهاز البوكو اف فور جي تي اللي هو الريدمي كي خمسين جيمين وهذا الجهاز اللي عنا 12 جيجا رام سناب دراجون تمانية جين وان اعلى نواة 3 جيجا نتأكد من ميزة تقسيم الشاشة تم وصولها تمام اه هاي تقسيم الشاشة عم تسمح انو انا افتح وارجع تاني اطلع هيك وارجع هيك تم وبدل بين التنتين بتقسيم الشاشة حاجة لوز دائما زي ما تعودنا بعد ما نعمل عملية تحديث للجهاز بنيجي على الاعدادات وبنيجي على محدث تطبيقات النظام اذا في تحديثات هيتكون موجودة هنا ما في تحديثات لتطبيقات النظام واخر تحديثات كانت اللي هو للمي اكاونت ولا البوصلة ولا الكاروسيل والثيمات تمام تمام وحتى انك تحصل على التحديثات مبكرا انك تعمل هنا والضبط وينك يضبط لإعدادات التحديث وتلقيها مبكرا واضافة الاختصار ايش يعني اضافة الاختصار يعني بيكون الاختصار عندنا في المكان هذا بقدر افحص انه في تحديثات ولا بدل ما ادخل في الداخل هيكون لنا لقاء في هذا التحديث لجهاز الريدمي K50 جيمينج اللي هو البوكو F4GD ونلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنفس الطريقة كل واحد يحدث جهازه ويجرب التحديث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام